ذي فرماتنا إذن مستمعين العزاء كما أشرت قبل أغنية سميرة التوفيق يكون بجانبي العميد شكري جبري الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية عميد شكري جبري صباح الخير يومك سعيد مرحبا بيك صباح النور صباح الخير تحية ليك وكيفة الفريق العامل معاك وكل مستمعي الإذاع الوطني أهلا وسهلا الديوانة التونسية دي مناشطة بالتأكيد حفاظا حفاظا على اقتصادنا الوطني هذا دورنا الوليان يجب أن نكون نشطين النشاط هذيك الميزة بتاعنا احنا هيكل نشيط من أصلنا احنا هيكل نشيط نشاط بتاعنا متواصل بالطبيعة خطر كما تعرفوا الهيكل نشيط رويخ ديما فانتكات سير فانتكات وست سير سيت وكيفة الفصول وكيفة المواسم في كل الأوقات بالليل والنهار ليلا ونهار عين لا تنام كما الإذاعة حتى كنور قدوا عين محلولة وعين مسكرة ما نسكلهمش الزوز نشاطنا متميز النتائج بتاعنا تضل على ذلك في جميع المايدين في مكافحة التهريب في كل شيء وإن شاء الله بقدرة الله ديما من حسن إلى أحسن نعم قاعد يصير برشا التهريب برشا يعني أشياء مخلة بالقانون موجود التهريب موجود والنتائج بطبيعة نتائج القاعدين حقه فيها الضل للتهريب موجود قاعدين نكافحوا في التهريب بجميع الأشكال وبجميع للوسائل المتاحة كما تعرف من أهم من أهم الأهداف ومن أهم استراتيجيات التي تضحها إدارة العامة للدوانة كل سنة أهم عنصر في الاستراتيجية للسنوية هو مكافحة التهريب خطر نعرف مدى تأثير التهريب على اقتصاد البلاد على أمن البلاد على صحة المواطن على كل شي نعرف وإحنا واعين بالشي هذا والدولة بكلها واعية بالشي هذا والدولة بكلها هابطة بكل ثقلها باش تكافح التهريب لدار العامة للدوانة قاعد تتحقق في نتائج نحن نشوفوها نتائج طيبة نتائج باهية ديما نطمحه بطبيعة إلى ما خير وإن شاء الله بقدرة الله ما ندخروش أي جهد في سبيل أنه ندافع على بلادنا نعم ديوانة عندها الإمكانيات الكافية لمراقبة يعني كل أشكال التهريب في مختلف مناطق الجمهورية على كل الحدود متاعنا باش نقول لك عنا الإمكانيات الكافية ولا معناش هو نسبي سيسي بروبورسونيل معناها ما احنا مذهبينا ديما المخير ديما نطبحه المخير لكن زادة ما يلزمش واحد تكون كرشو كبيرة نمشي وحسب إمكانيات البلاد نمشي وحسب إمكانيات حسب إمكانيات الإدارة بتاعنا اللي متوفر نخدمه به وقاعدين نحقه به في نتائج كبيرة سواء على المستوى البشري ولا على المستوى اللوجيستي ولا الإمكانية ولا المعدات ولا التجهيزات نخدمه بها ثم تطور صحيح للإدارة قاعدة توفرنا والدولة قاعدة توفرنا المستطاع عنا الحاجة الباهية مثلا السنة تم فتح زوز دورات لانتداب الأعوان ديوانة اللي هي منذ 2013 ما صارتش عنا كيف كيف زوز دورات لانتداب الضباط كيف كيف هذه زادة حاجة بايا وضمه بقدرة الله بش يعاونونا في مكافحة التهريب وفي العمل الميداني عنا معناها عن اقتناء بتاع التجهيزات عنا اقتناء بتاع نياب عنا اقتناء بتاع أجهزة أشعة عنا معناها نباس نمشي وحسب إمكانياتنا حسب إمكانيات الدولة ولباس بقدرة الله حتى كان ثم نقص في العنصر اللوجيستي نعاوضوه بقدرة الله بالإمكانيات البشرية بتاعنا نعم العميد شكري جبري فما تعاون مع جهة مع دول أخرى في هذا المجال بالتأكيد بالطبيعة أكيد أكيد ثم تعاون احنا عنا عديد الاتفاقيات وعنا عديد المعاهدات مع الدول الصديقة وقعدين نتعاون وكل سواء معناها على مستوى التكوين على مستوى تبدل خبرات على مستوى معناها دورات تدريبية على مستوى معناها موجود التعاون موجود كما الأسلاك الكل نعم شين هي أكثر الأشياء اللي تخيفكم من الناحية في العمل المتاعكم في التصيد ومراقبة الناس اللي قوموا بالتهريب مش تخيفنا ما نقولوش تخيف الخطرحنا ما يخوفنا شيء الحمد لله لا ما يخوفنا شيء مش تخيفنا أما الحاجات اللي اللي تحتطوا منها اللي تركبوها أكثر حاجات اللي اللي ولت مقلقة اللي ولت مقلقة أنه معناها اللي تصير عديد التجاوزات من حيث الاعتداءات البدنية هذا والاعتداءات المعنوية على أعوان الديوانة ومعناها في أثناء أداء المهام بتاعهم المهربين معناها ما يهموش يعني يستعمل أي يعني يستعمل كل الوسائل كل الوسائل تتصورها في بالك العنف المادي العنف المعنوي الفرار التصدي الدهس بالسيارة الاستعمال حتى في بعض المناطق استعمال حتى بردق الصيد استعمال الأشياء الصلبة يضربوا السيارات وعننا عديد الاعتداءات على الأفراد على المعدات على التجهيزات على المقرات معناها هذه الحاجات اللي تقلقنا مش تخيفنا أما تقلقنا في العمل اليومي بتاعنا وبقدرة الله قاعدين معناها نخدمه وقاعدين نتصديه وراوا الأشياء هذية ما هيش بيش توعيقنا على الخدمة بتاعنا وهيش بيش تخلينا معناها نوخره بالعكس على قد ما نلقاه وحنا على قد ما نلقاه وحنا حواجز وعلى قد ما نلقاه وحنا تصديات بالعكس وحنا نزيده نخدمه أكثر ونزيده نحقه نتائج أكثر نعم طبعا الأعمال المتاعكم والخروج في المطارات والمواني والحدود جهة تبرقة مثلا جهة الدخول إلى ليبيا والخروج من تونس والعكس بالعكس صحيح احنا في الموسم الصيفي خاصة عنا في الموسم الصيفي وعنا في الموسم العطل والأعياد نعرفوا المواطنين بالخارج يجيوا برشب شعادية والعطل المتاعهم في تونس هما وعائلاتهم نعرفوا إخوانا وأشقائنا كيف كيف من القطر الجزائري ولما القطر الليبي يحبوا برشة تونس ويحبوا يجيوا يعديوا العطل بتاعهم في تونس دونك في الأعياد والمناسبات والعطل تكثر الحركية وكيف كيف احنا نحضروا واحنا ديما من المستوى على المستوى المعابر الحدودية الكل سواء كانت البرية والجوية والبحرية نحضروا واحنا من حيث العنصر البشري من حيث العنصر اللوجستي والحمد لله أنه السنة معناها السيزان بتاع العودة توسيلة بالخارج تعديت ممتازة خطرت لقينا معناها ردود أفعال المواطنين حتى أثناء زيارة السيدة الوزيرة المالية والسيد المدير العام للديوانة للميناء في زيارة فجئية وتحادثهم مع المواطنين أثناء عودتهم إلى أرض الوطن كانت كلهم معناها الصدايا كان طيب جدا كانوا كلهم معناها يثنيوا على عمل الديوانة كانوا يشكروا للإجراءات اللي تم تسنيع على مستوى المعابر كانت إجراءات سلسة كان المرور بتاعها مسلس ما كانش تم تعطيل ما كانش تم إجراءات معقدة التفتيش تم بسرعة كل إجراءات تمت بسرعة وحمد لله معناها أنو نطلقاه معناها هالصادات طيبة دائماً عدد المواطنين وبقدرة الله ديما أحنا نحاول ومش نحسنه حتى ولو ثم ربما بعض الساعات الإشكاليات ولا الحاجات الاستثنائية اللي تاقع أحنا بقدرة الله مجعولين باش نتصمتوا ديما نتصمتوا وديما ناخذوا الأراءة بتاع المواطنين ونحاولوا باش نحسنوا من أرواحنا باش ديما نكونوا بقدرة الله في المستوى المطلوب نعم اليوم نقرأه في صفحة ثمانية بالصباح حجز بضاعة مهربة ناهزت قيمتها 300 ألف دينار الدورية التابعة للوحدة الحدودية البرية من منطقة الحرس الوطن رمادة إقليم تطوين تمكنت من حجز بضاعة خاضعة لقاعدة تثبت المصدر تقدر قيمتها الجملية كما قلت 300 ألف دينار وفي سياق متصل نجحت الوحدات المرورية بالمصلح الأولى على طريق السيارة أواحد حجز بضاعة أخرى خاضعة لقاعدة تثبت المصدر بلغت قيمتها كذلك 70 ألف دينار وبطبيعة الحال إثر هذا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة هذه اللي كنت تقرأ فيها أنت الحرس الوطني هذه أي مش الديوانية هذه الحرس الوطني كيف كيف زادوا خيانا نقدمو لهم تحية بالمنبر هذا زاد كل الأسلاك قاعدة تخدم من أمن من حرس وطني من كل الأسلاك اللي قاعدة تخدم في مكافحة تهريب في المراقبة المرورية في كلهم قاعدين يحقوا في نتائج طيبة وكلنا نتكامله روما ناش قسميا نحن كلنا نتكامله وبقدرة الله يعني كل قاعدين نخدمه في الوطن هذا ماناش نخدمه لحسابنا الشخصي ذاك نشجعوا كل الأسلاك اللي قاعدة تخدموا المنبر هذا وقدمو لهم تحية بالنسبة لي نحن كديوانة معناها في السبع أشهر الأولى فقط لسالة 2014 إلى غاية شهر جويلة معناها تم تحرير أكثر حوالي 8,864 قضية تم رفع 8,864 قضية ديوانية بقيمة جملية لأكثر من 330 مليون دينار 330 مليار هذه قيمة المحجوزات المتاع السبع أشهر أولى لسنة 2024 في إطار مقاومة التهريب بطبيعة المحجوزات متنوعة تهريب طبعا 330 مليار تدخل لخزينة الدولة لا لا هذه قيمة المحجوزات قيمة المحجوزات قيمة المحاضر قيمة المحجوزات دنك المحجوزات متنوعبة بطبيعة تشمل مابس الجهزة مواد إلكترونية بنزين كل شيء كما تعرف التهريب في تونس يشمل كل الأفصال هذا كهو تحجزوهم وبعد كيف تعطيوههم ثم حاجات تمشي للإتلاف غير صالح الاستعمال وغير صالح الاستغلال تمشي للإتلاف ثم حاجات تتباع بالمزاد العلني صالح الاستعمال ثم حاجات تمشي إحالات للمؤسسات الوطنية والمرافق العمومية لإستغلالها في نشاطها اليومي ثم حاجات تمشي إعانات لفيت مصالح الضمال الاجتماعي واللي يستغلوها معناها في المراكز المتاعها مع المستوى الجهوي والوطني أخطر المحجوزات شنية عندكم؟ أخطر المحجوزات مطبيعة المخدرات من حيث تحكي من حيث النوعية مطبيعة المخدرات مخدرات ديما أكيد المخدرات والأسلحة ديما هي أخطر المحجوزات مطبيعة المخدرات معناها ولات متواترة برشة في بلادنا ولات متواترة برشة سواء من حيث النوعية لأنه ثم ترويج بطبيعة مدام زادت معناها الطلب ولا كثر أي بضاعة تزيد للترويج بتاعها راو الطلب بتاعها كثر الحاجة الجديدة كيما قد لك من حيث النوعية ولا تثم نوعيات جديدة ولا تدخل كيما الكوكاين معناها اللي قبل ما كانتش تلقى رواج كبير في تونس خطر سعرها الغالي وخطر صعوبة ترويجها مش في الأوساط الكل تنجب ترويجها طول الكوكاين ولا يدخل بكميات كبيرة لتونس وآخر دليل على ذلك معناها خلال هذا الأسبوع 6 كيلو ونص معناها في مطار تونس كرتاج قبلها 4 كيلو كيف كيف في مطار تونس كرتاج قبلها 10 كيلو في معبر رسجدير دونك هذي في ذرف 15 يوم فقط شوفوا الكميات اللي دخلت تاع الكوكاين منين أكثر منين يجيوا باو تونس احنا بطبيعة يجينا من المعابر الجوية المعابر البحرية المعابر البريء لكن هو الأصل متاحها ثم بطبيعة ثم أنواع الجي من البلدان الأفريقية ثم أنواع الجي من البلدان أمريكا اللاتينية ثم أنواع الجي من أوروبا دونك أنت والنوعية والمروجين أو اللي يدخلوا هذه الممنوعات أغلبهم تونس وفيهم أجانب بطبيعة ثم تونس وثم الأجانب بطبيعة المهربين اللي قاعد يجيبوا في البضاعة دونك فاهم اللي يبدأ هو الصاحب البضاعة وثم اللي يبدأ معناها بصور هو مجرد حامل فقط بمقابل وثم اللي يبدأ زاده ما في بلوش ثم اللي يبدأ زاده ما في بلوش يتورد بطبيعة كما ثم الناقلين وكما ثم يحطوا لهم البضاعة في وسط تجهزات كهرومنزلية يحطوا لهم البضاعة في وسط مواد غذائية هذا كان الشيء نبه هو نبه هو الصغار خاصة اللي ما عندهم مش خبرة وتجربة ويسافر لأول مرة ما تقبلش أنه واحد يجيك يقول لك عديلي الساك هذا أو عديلي الحق أو القرطاس دونك تشدت البيضاء عنده هو يتحمل مسؤولين هو المسؤول القانوني عليها هو المسؤول القانوني عليها دونك ردوا بالنا منهزوش حاجة ما نعرفوهاش ولا ما نعرفوش المحتوى بتاعتها طرد ما نعرفوش المحتوى بتاعتها دونك ردوا بالنا العملية تعتوني السكرتاج الخرانية كانت مميزة على خاطر في وسط في وسط خف نسائي القواهم معناها في وسط شلايك حشاكم وفي وسط زاد مخبأ مهيئ في الحقيبة 6 كيلو نص قبلها 4 كيلو كيف كيف معناها تميز من أعوان الديوانة خاطر بالفتنة متاحهم بدون استعمال أي تجهيزات بالفتنة متاحهم وبالذكاء متاحهم كيف كيف شدوا 4 كيلو معناها في سنتير لبسهم في البدنة متاعه في سنتير المواطن هذه كيف كيف عملية مميزة من أعوان الديوانة ملا حيال هذه لكن ما عنش تندليل حيال هذه لا بالطبيعة ما لا يش نحكيه لك يعني الخبرة بتاع الأعوان الفطنة بتاع الاعوان تخليهم يعرفوا الطرق كلها ايه ولكن ساعات بعض مهاربين مدام دخلت مخدراته بتتروش حتى في المعاهد معنا ذلك انه اه امكانه اه مغلطة الاعوان اكيد متجمش ما ثم حتى بلاد في العالم ثم حتى بلاد في العالم بقوة تجهيزاتها بقوة اعوانها بقوة مطريالها بقوة ثم استخباراتها لانه متجمش تراكم كل مواطن كل داخل كل مسافر مستحيل لا في التهريب لا في المخدرات لا في حتى لا في حتى شي حتى بلاد في العالم تنجم تشد مية بالمية مستحيل اي مستحيل اما شنو تحاول ديما تحاول ديما انك تشد اكثر ما يمكن من البضائع التتعدى الا من عملية التهريب وا الا من عملية تكشف عملية التموية ولا عملية الاخفاء اذا اذا مدام تتواصل العملية انتا التهريب معنا ذلك انه برشا ديما يجازفوا اكيد اكيد هو المهاربين يعني عنده امل في انه يتعدى اكيد هو احنا في تعاملنا يومي مع المهاربين حتى في حتى المهاربين معناهم تطع البضائعة العادية مش حتى المخدرات حتى المهربين تطع البضائعة العادية يتشد اليوم غدوة يرجع يختم راو اذا كانش هم المهاربين التهريب مايوفاش اذا كانش برشا باد يستغرب ويقول لك يخ choke دي اوين تشد في هذا الكل والنشاط هذا الكل والارقام هذه الكل هيهو ديما موجود تهريبتي Haha آئي hundred legado موجود. اي. هو موجود. هو يعرضوني الكراهبة يهز في سرعة مهربة. اذا. هو علاش خط المهربين ما يقصوش على الخدمة متاعها. معناه تشدوا اليوم غدوة يرجع يخدم. شدوا غدوة بعد غدوة يرجع يخدم. تعملوا محذرك هوا. تعملوا محذر. تعملوا محذر تحجز له البيضاع. اي. مش معنى كعملت له محذر وحجزت له البيضاع. معنى هو بشي سكل محلو وغدوة بشي عاود ينتصب وبشي عاود يخدم. هذك العمل اللي بتاعه. تعمله حتى مية محذر. يخلص الخطيئة. يخلص الخطيئة. ويرجع يخدم. اذا عنده فلوس. عندهم. عنده بشي خلص. عنده حتى ما عندوش هو عندهم. عندهم امورهم وعندهم ما يقفوش. معنى التهريب ما يقفش فهمتي ما يقفش. موش مرتبط بشخص. وموش مرتبط بتوقيته. موش مرتبط بمكان. عبادة كل تخدم ونسكل الته. يعني تنظيمات. بينسير بينسير. هذك المهنة بتاعه. هذي كلمهنة بتاعه. هو وولده وخوه وجاره. هذي كلمهنة بتاعه. حتى يقف هو على الخدمة. وولده يخدم. ولد عمه يخدم. وابوه يخدم. وحتى النساء يستعملوهم بشي يمر. يستعبلو نساوي. مررورهم البضاع بتاعها بخاصة طلبو خدرات. كسوا في الطرقات. وإلا حتى في المطارات. يستعبلو صغار ونساوي. يستعبلو. يستعبلو ناس كل. ما نعرفوها. الحاجات تذي نعرفوها. تبقى هنا بسابل جدا وجميلة وعندها معطرة هكا بالبارفان. احنا. وهي الله واعلا بش عندها. اي. يستعبلو. يستعبلو. الانساني بالكلام الحمد لله. الفطنة بتاعنا والذكار بتاع أعواننا هذي الكل نعرفوه ومتمرسين عليه ونكتشفوه معناه بسهولة معناش حتى مشكلة. اي. بطبيعة هذا دي ما يبقى معناها مضر باقتصادنا الوطني. اكيد. اي. اكيد. بثماش حاجة. شوف. بثماش حاجة يتم تداولها بطريقة غير قانونية متضرش باقتصاد وبأمن البلاد. بثماش. كل سواء مواد غذائية. معناه قاعدين نشوف وحنا تقول مواد غذائية منتصبة في الطرقات. معناها تحت أشعة الشمس. تحت أشعة الشمس. معناها تلقى مواد غذائية. تلقى الشوكولاتة. وتلقى الجو. وتلقى القزوز. وتلقى الياغورت. وتلقى مواد تجميل بتاع النساء. وتلقى الشامبوان. وتلقى الكريم. معناها هذو ما تلقى بتصورتي تحت أشعة الشمس. وإلا حتى في دبه ما هوش كليماتيزي. تلقى معناها في حانوت. ولا في دبه ما هوش كليماتيزي. ومعروضة للبيع. وتدخل العباد. وتشري وتستهلك. هذي بطبيعة. هذي معناه سيمورتيل. هذي في حق الشعب. واضح. أنك تبيع بيضاعة من نوع هذي. نعم. العميد شكري الجبري. النطق الرسمي باسم الديونة التونسية تبقى معي. مع هذه الوامضة. إشهار. في بالك. انت في بالك. وانت هاي انت في بالك. وهو وهي في بالهما. البلاد الكل تحكي في بالك. زعم اللي في بالي هو اللي في بالك. إشهار. إذن نعود إلى حديثنا عن نشاط الديونة التونسية. من خلال حضور العميد شكري الجبري. الناطق الرسمي باسم الديونة. عميد شكري الجبري. على مستوى الإدارة. فما تحديث دائما ورقبنا مهمة. بشتسهل العملية وتصبح عملية سهلة يعني. بالطبيعة. لدار العمل الديوانة معناها ديما تواكب التطورات ديما تحاول بشتتجدد. ديما تحاول بشتتطور. هذك علاش معناها في المخطط الاستراتيجي بتاعنا معناها أهم عنصر اللي تخنى به بقوة اللي هو 2020-2024 اللي هو الرقمنة. نعم. تخنى الرقمنة بقوة معناها من خلال من خلال تألية عديد الإجراءات وعديد المعاملات وعيدارة ديوانة. عملنا عديد الإجراءات المرقمنة لفيدة المواطنين وإلا لفيدة المتعاملين الاقتصاديين. معناها عملنا العملنا للصلح الإلكتروني اللي هو بدينا فيه بقوة وخذاء رواج رواج طيب. ذاك علاش ندعيه والمواطنين معناها من المنبر هذا أنهم يبادروا بالتعامل آآ عن طريق الصلح الإلكتروني على خاطر روما عاش تم التعامل بالأوراق معناها سي صون بورسون إلكتروني رو للصلح الإلكتروني متجمش طوي تمشي الإدارة وتقوم بإداع مطلب صلح ورقي رو ما مستحيل طوي التعامل كان بلا بصفة إلكترونية دونك تدخل على موقع الويب بتاع الإدارة العامة للدوانة آآآ تلقى معناها المطالب الصلح إذن إدارتكم سباقة أي إنسان متعامل قبيل يعني مزالت برشا إدارات عنها تستعمل الورقي آآآ صحيح آآآ دونك أي إنسان عنده محذر ديواني أو محذر آآ صرفي معناها قضية ديوانية أو صرفية يبادر بإجراء الصلح مع الديوانة رو إذا كانت تخلي القضية متاعك وما تعملش إجراء صلح رو تلقى روحك بعد محل تتبعات عدلي وري حتى الاختية حتى الاختية مكتعرف الاختية إذا كان مشيت للمحك ما ربش تولي الاختية فالأقصى دونك الاختية تولي للأقصى دونك هذاك عليش في المنبر هذا ندعو المواطنين أنهم ينخرطوا في مطالب الصلح الإلكترونية يخلصوا الاختية بتاعها وهكاك تقف التتبعات معناها سواء كانت معناها محذر بسيط وإلا محذر كبير دونك ندعوهم أنهم آآ يلتجوا إلى إبرام الصلح مع الإدارة العامة للديوانة وهكاك بش تقف التتبعات ويتجنبوا التتبعات العدلية وما ينجروا عنها من إجراءات قانونية من مناشير تفتيش ومن عقل ومن بطاقة جبر ومن غير ذلك دونك لهذا فيما يخص مطالب الصلح الإلكترونية معناها بمجرد معناها من خلال جهاز الهاتف ما تستحق تتنقل حتى مصلحة ديوانية من جهاز الهاتف تعمل مطلب الصلح متاعك كيف كيف يدار الديوانة تجيوبك على جهاز الهاتف متاعك عن طريق البريد الإلكتروني تجيوبك يجيك قرار الصلح تمشي تخلص الخطيئة متاعك وهكاك معناها تتجنب بكل شيء عنا كيف كيف عملنا كيف كيف معناها الدفع الإلكتروني إن شاء الله استاك تعمل هكا والشركة الماء كذلك سوناد موجودة الحق برشا إدارات دخلت في الرقم نازال فيما تعطيل يعني ايه صحيح صحيح القبضات البلديات صحيح صحيح عنا عنا المحذر إلكتروني عنا معناها البايمون إلكترونيك عنا توا داخلين معناها في عديد العديد للإجراءات الجديدة المرقمنة إن شاء الله بقدرة الله من هنا لألفين وخمسة وعشرين تكون معناها حوالي نقولوا مية بالمية الإجراءات ديوانية كلها تكون مرقمنة بقدرة الله نعم وطبعا المراكز الديوانية والمكاتب منتعكم منتشر في كامل أنحاء الجمهورية موجودة في كل الولايات في كل الولايات كل الولايات موجود مكتب ديوانة وموجود فرقة طحارس الديواني هي مختصة في مكافحة التهريب موجودين دونك أي مواطن يستحق أي استفسار على أي إجراء وإلا أي خدمات يتصل بالمكاتب الجهوية مثلا مش داعي بشي يحبط للإدارة العامة أو للموقع اللي بتاعنا كيف كيف عنا عن طريق البريد الإلكتروني وعن طريق موقع الويب عن طريق الهاتف المتاع لي نجم يتصل للنجم يقول المعلومة اللي يحب عليها كل سواء متعامل اقتصادي وإلا مواطن بالخارج موجودة كل وسائل الاتصال عنا البتيو أت دوان بوان جوف بوان تيين عنا كونتاكت أت دوان بوان جوف بوان تيين عنا الموقع الويب بتاعنا معناها عنا متعامل اقتصادي كيف كيف اللي يحب معناها إنسان عنده شريك يحب يشوف شنوه الإجراءات بشي تحصل على صفة المتعامل الاقتصادي كيف كيف عنده الموقع بتاعنا دونك هذي الكل موجود وما يستحقش بشي تنقل المقارات دوانة نعم شكرا العميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الدوانة تونسية الدوانة تونسية عيون لا تنام بالحق عيون لا تنام إن شاء الله بقدرة الله ديبه من نموش شكرا ويومك سعيد شكرا ويومك